بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي موعدكم اليوم مع درس جديد من دروس رياضيات فرع الإحصاء هنأخذ النهاردة آخر دروس في مادة الإحصاء اللي هي الوسط الحسابي والمنوال أول حاجة الوسط الحسابي إيه هو الوسط الحسابي وإزاي نجيب الوسط الحسابي لمجموعة قيم وإزاي نجيب الوسط الحسابي لتوزيع تكراري تعريف الوسط الحسابي بنسمي الوسط الحسابي أو المتوسط أو الطاقة هو القيمة التي تمركز عندها القيم هو القيمة التي تمركز عندها قيم التوزيع الوسط الحسابي لمجموعة من القيم يعني لو ديني شوية أرقام إذا أجيب الوسط الحسابي بتاعهم مجموع القيم على عدد القيم الوسط الحسابي بيسوي مجموع القيم على عدد القيم عشان أجيب الوسط الحسابي لشوية أرقام بجمع الأرقام كلهم وبكسم على عددهم الوسط الحسابي لمجموعة من القيم يسوي مجموع القيم على عدد القيم وده خدناه في سنة أولى عددي يعني لو عندي شوية أرقام كده عاوزين خلي بالكم المتوسط هو الوسط الحسابي في فرج بينه وبين الوسيط اللي خدتوا قبل كده الوسيط برتب وناخده في النص الوسيط برتب واخد القيمة اللي في النص وما لجيتش القيمة في النص باخد القيمتين اللي في النص بجمعه مكسيم على اثنين ده الوسيط اللي خدناها جبل كده مع المستر امير دلوقيت احنا في الوسط الحسابي او المتوسط بعمل ايه عشان اجيب الوسط الحسابي بجمع الارقام كلها واكسم على عددهم يعني عشان اجيب الوسط الحسابي او المتوسط او التوقع للارقام دي هعمل ايه حاجمع الارقام دي ايه دي اول حاجة القانون بتاعنا المتوسط الحسابي يساوي مجموع القيم على عدد القيم يساوي حاجمعهم اللي هما الاثنين زائد ثلاثة زائد خمسة زائد ستة. واكسم على عددهم. عددهم ايه؟ عددهم اللي هو هعد الأرقام. يعني أنا هعد الأرقام. هذه واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. يبقى دول عددهم اربعة. يبقى انا حكسم على اربعة. اجمع اللي فوق دول قلقاهم ستاشر. ستاشر على اربعة يبقى بيساوي اربعة. يبقى الوسط الحسابي عشان اجيب وسط الحسابي لشوية ارقام. انا بجمع القيم على عدد القيم. الوسط الحسابي. لشوية ارقام بيسوي مجموع القيم على عدد القيم. اجمعهم وقسم على عددهم. هاي. مسألتين. اوجد الوسط الحسابي لمجموعة القيم دي. اتنين واثناشر واربعتاشر وتسعة وحداشر واربعتاشر سبعة. ازاي هنعملهم بنفس القانون? هنجمع القيم كلها ونكسم على عددهم. عددهم اللي هو كام? اعدهم. اشوفهم كام? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. عددهم سبعة. يبقى انا حجمحهم واكسم على سبعة. مجموع القيم على عدد القيم. الوسط الحسابي ساوي مجموع القيم على عدد القيم. جمعناهم كلهم وجسمنا على السبعة. جمعناهم طلعوا سبعة وسبعين. سبعة وسبعين على السبعة. يبقى فيها حداشر. خلي بالكم. يبقى عشان اجيب الوسط الحسابي لشوية ارقام. يبقى باجمع الارقام كلها. واكسم على عددها. واكسم على العدد التاح. طيب. ده موضوع ساهل. واخدناه. في سنة اولى. ادي. شوية ارقام. بيقول لي اوجدوا الوسط الحسابي لمجموعة القيم الاتية. اتناشر واربعة وعشرين. وخمسة وعشرين وتمانية وعشرين وخمسة واربعين. شوفونا كده اول واحدة طلع كام? اول واحدة شوفونا طلع كام? هنجمحهم كلهم ونكسم على عددهم. الطناشر والاربعة وعشرين والخمسة وعشرين والتمانية وعشرين وخمسة واربعين. عشان اجيب الوسط الحسابي باجمع القيم كلها واكسم على عددهم. اول واحدة بس. كفاءة نشوفكم اه عرفت الموضوع ده ولا? وبعد كده ننجل على حاجة اينا. عاوزين نجيب الوسط الحسابي للأعداد اتناشر واربعة وعشرين وخمسة وعشرين وتمانية وعشرين وخمسة واربعين. ادي معاز اه ستة وعشرين وتمانية من عشرة معاز. جنوائل ستة وعشرين ونص. يمنى خالد ستة وعشرين وتمانية من عشرة. ايوة يا جنة. ده بي. ده فرع الوحدة. ده اسمه احصاء. مش جبر ده. ده اسمه احصاء. بيتدرس. مع فرع الجبر. وفي الامتحان مع فرع الجبر. يعني الجبر واحصاء. يعني الامتحان بيبقى جبر واحصاء مع بعض. اه جنوائل ستة وعشرين وتمانية من عشر. طيب. هي فعلا لما اجمعهم كلهم واكسم على عددهم فعلا الناتش هيطلع ستة وعشرين وتمانية من عشرة. ادي مريم برضي جاي لها ستة وعشرين وتمانية من عشرة. واحد مش كاد باسمه. تمام. يبقى فعلا هيطلع ستة وعشرين وتمانية من عشرة. طبعا ده موضوع سهل. تعالوا نشوف. ازاي بجي نجيب الوسط الحسابي لتوزيع تكراري زي المجموعات. ازاي نجيب الوسط الحسابي لتوزيع تكراري زي المجموعات. يقول لي اوجد الوسط الحسابي للتوزيع التكراري الات ازاي نجيب الوسط الحسابي لتوزيع تكراري هو بيجيب لي جدول ده جاهز انا بعمل ايه بقى بعمل جدول اما جحل بعمل جدول مكون من اربع خنات رأسية زي اللي شايفينه قدامكم بعمل جدول مكون من اربع خنات رأسية الخناة الاولى الخناة الاولى والتانية مش بتعف فيهم ليه اللي مدهمني بنزلهم يعني المجموعات بكتب هنا المجموعات التكرار هنا بكتب التكرار اللي مدهوني بكتبه يعني التنين اللي مدهمني افق دول بنزلهم زي ما هما الرأسي هما نهما المجموعات والتكرار يعني اهو المجموعة والتكرار المجموعة اللي هي عشرة عشرين تلاتين اتبعين خمسين ستين والتكرار تمانية عشر احداشر سبعة تسعة خمسة والمجموعة خمسين انا لغاية دلوقتي ما عملتش ولا حاجة من عندي انا هو كان مديني جدول مكون من خنتين افغي انا عملت اربع خنات رأسية واول خانة وتاني خانة اللي كان مدهم نحقيتهم ما عملتش ولا حاجة طب وعدين خلي بالكم بجان هنعمل ايه بعد كده اهم حاجة الخطوة اللي بعد كده خلي بالكم لان ده غالبا سؤال بيتكرر في كل الامتحانات ومهم جدا الوسط الحسابي حتى في تالت عدادي لان اصلا في درس في تالت عدادي في الاحصاء مرتبط بالوسط الحسابي طيب فخلي بالكم بجان ازاي انا اكمل العمودين اللي بجيين دول العمود التالت ده بنسميه مرد مركز المجموعة وبنرمز له بالرمز مين العمود التالت بنسميه مركز المجموعة وبنرمز له بالرمز مين ازاي انا اجيب مركز المجموعة جلي عشان تجيب مركز المجموعة عشان نجيب مركز المجموعة نبص الخانة المجموعة أعمل إيه أجمع العشرة والعشرين العشرة والعشرين ده اسمه الحد الأدنى اللي هو العشرة والعشرين اسمه الحد الأعلى بجمع العشرة والعشرين واجسم على اتنين مركز المجموعة بيساوي الحد الأدنى زائد الحد الأعلى على اتنين بجمع العشرة والعشرين مجمع العشرة والعشرين يطلع تلاتين اكسم على اتنين يبقى خمستاشر يبقى مركز المجموعة حدها الاعلى زائل حدها الادنى او حدها الادنى زائل حدها الاعلى على اتنين ام مجمع عشرة والعشرين يبقى تلاتين اكسم على اتنين يبقى خمستاشر تمام جبنا اول رقم في مركز المجموعة عجول تاني ازاي جبته عشان اجيب اول رغم في مركز المجموعة حجم اول خنتين عشرة زائد عشرين تلاتين اكسم على اتنين تلاتين على التنين فيها الخمستاشر يبقى اول رغم خمستاشر طب هنعمل ايه عشان نجيب الباجي عشان نجيب الباجي اعمل ايه نشوف المجموعة بتزيد كم كم المجموعة عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين واضح انها بتزيد عشرة عشرة طول المجموعة عشرة بتزيد عشرة عشرة يبقى ازود على مركز المجموعة برضي عشرة عشرة خمستاش تبقى خمسة وعشرين خمسة وتلاتين خمسة واربعين خمسة وخمسين خمسة وستين طب وبعدين جل الخطوة اللي بعد كده تضرب كاف في مين نضرب كاف في مين كاف اللي هو التكرار ومين من اللي هو مركز المجموعة حضرب الكاف في المين حضرب تمانية في خمستاشر وعشرة في خمسة وعشرين وحداشر في خمسة وعشرين كل ده حضربه آدي حضرب الكاف في المين يطلع الأرقام بالشكل ده طيب وبعدين هعمل ايه هعمل ايه بعد كده حجمع كاف في مين دي حجمع كاف في مين حجمع الأرقام دي كله أدتني مثلا 1890 لما جمعناهم أداني 1890 الوسط الحسابي بيساوي ايه بقى الوسط الحسابي بيساوي مجموع ميم جيم دي اختصار لكلمة مجموع ميم جيم اختصار لكلمة مجموع كاف في مين اللي هو 1890 مجموع كاف في مين على مجموع كاف اللي هو الخمسين يعني حكسم أنا 1890 على 50 وكتب الناتش خلي بالكم يبقى الوسط الحساب عشان اجيبه بكسم بكسم مجموع رابع عمود على مجموع تاني عمود خلي بالكم تاني عمود اللي هو التكرار في ناس بتخلي المركز التانية ماشي فيش مشاكل يعني في ناس تكتب مركز المجموعة في العمود التاني صح ما فيش غلط بس انا بسهل عليكم انا عندي المجموعات والتكرار في الجدول اللي جابهه الافقي بحطهم زي ما هما الرأسي هما هما مش بعمل ولا حاجة جديدة اللي مدهوني افقي بحطه رأسي وبعد كده بجيب مركز المجموعة ازاي بنجيب مركز المجموعة بنجمع اول خنتين في المجموعة هنجمع العشر والعشرين عشر زائد عشرين تلاتين واكسم على التنين يدينا خمستاشر لان احنا قلنا مركز المجموعة بيسوي حدها الاعلى زائد حدها الادنى على اتنين فانا حاجه على عشر اول عشرين بتلاتين على اتنين فيها خمستاشر جبت اول رقم خمستاشر مش هتعف في الباجي مش هتعف في الباجي اشوف المجموعة بتزيد كام كام وازود زيه المجموعة هنا بتزيد عشرة عشرة يبجأ انا ازود برضي عشرة عشرة اخر حاجة بضرب الكاف في الميم واجمعه عشان اجيب الوسط الحسابي مجموعة كاف في ميم على مجموع كاف يساوي الف تمنمية وتسعين على خمسين يدينا سبعة وتلاتين وتمانية من عشر نشوف مسألة تانية فيما يلي درجات خمسين طالب في اختبار مادة الرياضيات عندنا دي درجات خمسين طالب في مادة الرياضيات طب عاوز منا انت خلي بالكم اهم حاجة نفهم الجدول يعني اللي جابه من السفر لغاية اجل من اتنين تمان عيال واللي جابه من اتنين لغاية اجل من اربعة تلاتاشر وهكذا يعني اهم حاجة يكون فاهم ازاي اجرى الجدول سفر وراها الشرطة دي كده معناها من سفر لغاية اجل من البعديها اتنين يعني اللي جابه سفر ونص وواحد وواحد ونص المهم من سفر لغاية اجل من التنين تمان عيال واللي جابه من اتنين لغاية اجل من الاربعة تلاتاشر عيال واللي من اربعة لغاية اجل من ستة عشر قال وهكذا هو طالب مني بجاء بيقول لي من الجدول السابق اوجد اولا عاوزين قيمة الكاف عاوزين قيمة الكاف حد يعرف يجيب لنا الكاف تبجى بكام عاوزين قيمة الكاف من الجدول ده عايزين نعرف الكاف تبجى بكام يلا كده شوفوا لنا قيمة الكاف الناس اللي فهمها واللي مش فهمها هنقولها بعد شوية بس الناس اللي معانا تشتغل كده ازاي نجيب قيمة كاف ازاي نجيب قيمة الكاف مصطفى محمد بيقول لي بس يا مستر التكرار بيتحطي في تالت خانة مش لازم يا مصطفى مش لازم يا مصطفى كاف جانوائل جالت كاف يسوي التسعة واحد مش كانت باسمه كاف يسوي تسعة ومعاز كاف يسوي تسعة ومريم كاف تسوي تسعة وحمزة حاضر يا حمزة حمزة عاوز تضم الجروب الواتس انت لو دخلت على الرابط يا حمزة انا في الاخر هنشر الرابط حاضر انت تدخل على الرابط هتدخل على الضفة حاضر يا حمزة ده مش جبر يا الاسلام جنة ده مش جبر يا جنة دي احصى اخر درس من دروس الاحصى بس انت بتنتحنوه مع الجبر اسلام احمد كاتب تسعة مريم آية بتقول هنجمع كل الاعداد وحنطرحهم من خمسين واحد نجول تسعة ماشي تسبيح برضي جالت نجمع الارقام نطرحهم من خمسين هنجمع جنوائل هنجمع بتكرارات ونطرحهم من خمسين ماشي زي الفل كده نشوف كده مع بعض زي ما جاله زميلكم هنجمع التكرارات كلها ونطرحهم من خمسين هنطرح خمسين ناجس خمسين ناجس الارقام اللي هي تمانية وتلاتاشر وعشر وستة واربعة فعلا يطلع زي ما جلت انتو تسعة هنجمع التمانية والتلاتاشر والعشر والستة والاربعة ونطرحهم من خمسين يبقى الاجابة تسعة طيب نشوف عاوز ايه تاني ثانيا عاوزين عدد الطلاب الحاصلين على اقل من اربع درجات كم واحد حصل على اقل من اربع درجات كم واحد في الجدول ده حصل على اقل من اربعة كم واحد حصل على اقل من اربعة جلا كده شوف انه كم واحد كده حصل على اقل من اربعة كم واحد حصل على اقل من اربعة كم واحد حصل على اقل من اربعة عدد الطلاب الحاصلين على اقل من اربعة معاز 21 أربعة تسبيح جنوائل 31 إسلام أحمد 21 تسنيم أحمد 21 إسلام 8 زائد 13 تسبيح 8 طلاب مريم 13 زائد 8 21 جنوائل بيقول حل نجمع التكرارات طا 4 و 2 و 0 واحد مجهول مش كانت باسمه كاتب 13 مصطفى محمود 10 واحد الليش كانت باسمه كاتب 21 برضي نكتفي بالإيابات دي نشوف حبيب محمد حيازي ظهرت هيك كاتب 21 مش هي فعلا حطها 21 ليه أنا عايز عدد الطلاب الحاصلين على أقل من أربعة قادي الأربعة اللي أقل من أربعة خلي بالكم أنا عايز اللي أجل من أربعة جي الأربعة اللي أجل من أربعة مش تلتاشر بس لا اللي أجل من أربعة أجمع التلتاشر والتمانية التلتاشر والتمانية يعني عاوز اللي أجل من أربعة يبقى أجمع تلتاشر زائد التمانية اللي أجل من أربعة يبقى أجمع التمانية والتلتاشر زي ما قلتوا أنتم ممتازين النهاردة هيبقى الإجابة واحد وعشرين اللي حصلوا على أجل من الأربعة مش الخلال دي بس كل دول الثمانية وثلاثتاشر يعني اللي جايب من سفر لغاية أجل من اتنين أجل من أربعة والي جايب من اتنين لغاية أجل من أربعة أجل من أربعة برضي يبقى نجمع الثمانية والثلاثتاشر الثمانية وثلاثتاشر يبقى الإجابة واحد وعشرين واحد وعشرين طب لو قال لي كده سؤال تاني لو قال لي عاوزين عدد الطلاب الحاصلين على تمانية فأكثر تمانية فأكثر تمانية فأكثر لو عاوزين عدد الطلاب الحاصلين على تمانية فأكثر عدد الطلاب الحاصلين على تمانية فأكثر عاوزين عدد الطلاب الحاصلين على تمانية فأكثر تمانية فأكثر هو يا بص يا جنة احنا كنا عاوزين عدد الطلاب الحاصلين على أجل من أربع ما خدش دي معاهم دي معناها من أربعة لغاية أجل من ستة هو عايز اللي أجل من أربعة ما خدش الخانة بتاعت الأربعة هو عايز اللي أجل من أربعة اللي أجل من أربعة اللي أجل من أربعة فما خدش الأربعة دي معاهم عشان كده يا جنة ما نخدش الأربعة دي معاهم احنا عاوزين اللي أجل من أربعة يبدأ روح للخانتين اللي جاب ليها دول ونو كان جل للأجل من ستة كنت حقود ثلاثة الخانات اللي جاب ليها وهكذا إحنا السؤال اللي سألنا ده لو كنت عاوزين يشوف إجاباتكم الحاصلين على 8 فأكثر 8 فأكثر 8 فأكثر يلا ده كده 8 فأكثر 8 فأكثر تسنيم أحمد كتبت 10 من مصطفى منة الله مصطفى كتبت 10 معاز 10 مريم 10 تسبيح 13 منة الله مصطفى 10 حبيب محمد إحجازي 4 واحد مش كاد باسمه بيقول مش فاهمة يبقى هي يا بنت ماشي تسبيح عشرة منت الله مصطفى قلنا عشرة فيها كذا مرة منا جانا وائل بتقول ماشي يا مستر فهمت مصطفى محمود عشرة آية كتبت هنجمع ستة زائدار بها عشرة جانا وائل عشرة كفاية الإجابات دي فعلا تمانية فأكسر يبقى حبتدي للوقيت من التمانية ليه بيقول لي التمانية فأكسر تمانية فأكسر يبقى حبتدي من التمانية والأكسر حاجمع ستة واربعة عشرة محدش يقول لي أجمع معها الخمسين ده الخمسين ده المنيوع أجمع ستة زائدار بها يبقى ستة زائدار بها عشرة طيب ثالثا عايز الوسط الحسابي ثالثا عاوزين الوسط الحسابي ازاي نجيب الوسط الحسابي قلنا بنعمل أربع خانات رأسية أربع خانات رأسية الخانة الأولى والتانية مش بتعف فيهم اللي مدهمني أفقي دول بنزلهم رأسي آدي المجموعة والتكرار سفر اتنين اللي مدهمني سفر اتنين أربعة ستة تمانية عشرة تمانية تلاتاشرة عشرة وكم جبناها خلاص بتسعة فاكتبع تسعة ستة أربعة المجموعة خمسي مش نعمل ايه بعد كده نجيب مركز المجموعة قلنا ازاي نجيب مركز المجموعة قلنا عشان نجيب مركز المجموعة بجمع الحد الأدنى والأعلى واكسم على اتنين أو بجمع أول خانتين في المجموعة بجمع أول خانتين في المجموعة دول واكسم على اتنين عشان نجيب مركز المجموعة اللي هو بنجمع بالرمز من بنجمع أول خانتين سفر زائد اتنين اتنين واكسم على التنين تبقى واحد يبقى اول حاجة في المركز واحد. ليه؟ جبناها ازاي؟ جمعنا سفر زائد اتنين قدان اتنين. اتنين عالتنين فيها الواحد. جبت انا اول خانة في المركز. ازاي جب بجيت الخانات؟ اشوف المجموعة بتزيد كم كم. واضح ان المجموعة بتزيد اتنين اتنين. سفر اتنين اربعة ستة ثانية عشر بتزيد اتنين اتنين. يبقى مركز المجموعة برضي ازود اتنين اتنين. واحد تلاتة خمسة سبب. تسعة حداشر. وبعدين هضرب الكاف في المين. التكرار في مين. اضرب تمانية في واحد وثلاثتاشر في ثلاثة ضربناه كله. قداني الارقام دي. اجمعهم. نجمعهم. قداني ماتين تمانية وخمسين. ازاي اللي جيب الواسط الحسابي بقى? ما نساش. اكتب القانون. الواسط الحساب بيساوي مجموع كاف في ميم اللي هو ماتين تمانية وخمسين. علي مجموع كاف اللي هو خمسين. يعني هكسم متين تمانية وخمسين على خمسين. هكسم متين تمانية وخمسين على خمسين. لما نيكسم يدينا خمسة وستاشر من مية. موضوع ساهل اظن. طيب. اخرن نشوف حاجة اسهل واسهل. اللي هي المنوال المنوال بجاء المنوال تعريفه هو القيمة الأكثر شيوعا أو الأكثر تكرارا أو الأكثر انتشارا المنوال وده برضي خد نفسه نقول عدالي المنوال هو القيمة الأكثر شيوعا أو الأكثر انتشارا أو الأكثر تكرارا يعني أكثر حاجة معايا يعني في كلمة محمد إيه الحرف اللي بيتكرر المين يبقى المنوال بتاع حروف كلمة محمد المين المنوال هو القيمة الأكثر شيوعا أو الأكثر تكرارا أو الأكثر انتشارا يعني لو جالي كده اوجد المنوال للأعداد سبعة وتسعة واتنين وسبعة وسبعة واضح أن القيمة اللي بتتكرر هي سبعة يبقى المنوال سبعة مش عايزة كلام ده موضوع ساهل خالص المنوال هو القيمة الأكثر شيوعا الأكثر اتكرارا الأكثر انتشارا طيب لو عاوزين المنوال للأرقام دي عشرة واربعة وعشرة وتمانية واربعة وتلاتة نلاحظ حاجة نلاحظ أن العشرة بتتكرر مرتين والأربعة بتتكرر برضي ايه؟ مرتين يبقى دول ليهم قيمتين من وليتين مش من وال واحد اتنين يعني اللي بيتكرر هنا العشرة والأربعة يوجد اتنين يوجد اتنين من وال اللي هم من العشرة والأربعة ليه؟ لأنهم بيتكرروا مرتين زي بعض واحد يقول لي طيب لو جاب لي الأرقام ثلاثة وخمسة وسبعة ايه المنوال بتاعهم؟ مفيش منوال ثلاثة وخمسة وسبعة مفيش حاجة بتكرر خالص يبقى مفيش منوال المنوال والقيمة الأكثر شيوعا أو الأكثر تكرارا أو الأكثر انتشارا طيب شوفوه لنا التوبيدجة دي بيقول لي إذا كان المنوال للقيم خمسة وتسعة وخمسة وسين ناجس ثلاثة وتسعة هو تسعة أنا عايز المنوال يطلع تسعة يبقى عشان المنوال يطلع تسعة يبقى السين بكام أنا عايز المنوال يطلع تسعة عايز المنوال يطلع تسعة يبقى السين دي تبقى بكام عشان المنوال يطلع تسعة يبقى السين بكام ها عايز المنوال تسين اللي تخلي المنوال ده يطلع بيساوي تمام يا حبيبة لو جلي أجل بنجمع اللي جاب ليه بس لو جلي أكتر بنجمعه هو واللي بعده تمام مصطفى محمود كاتب ثلاثة الأول نية قادي سين آية كاتبة سين بتساوي ستة وتسبيح تسعة وجنوال اتناشر ومصطفى محمود اتناشر ومريم اتناشر حبيبة محمود حجازي ستة معاز آآ اتناشر تسبيح آآ تسعة اسلام احمد اتناشر تسنيم احمد اتناشر حبيبة محمود حجازي كاتب اتناشر ناجس تلاتة خلاحظوا أنا عايز قيمة سين آآ واحد بيقول أنا مش فاهمة برضي آآ احنا عاوزين نجيب المنوال عاوزين نجيب المنوال ادي واحد كاتب خمستاشر ايه بتقول معلش الاجابة غلط ماشي تعال نشوف الاجابة أنا عايز المنوال أنا عايز المنوال يطلع تسعة ماينفعش السين تبقى بتسعة ليه لو السينة حط نطوع بتسعة هتبقى تسعة ناجس تلاتة ستة أنا عايز التسعة تكون اكتر حاجة بتتكرر يبقى لازم 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 كل ده يكون بتسعة سين ناجس تلاتة ده كله يكون بتسعة عشان ده كله يكون بتسعة يبقى السين بكام السين باثناشر عشان تبقى اتناشر ناجس تلاتة تسعة فعلا السين تبقى بتساوي اتناشر أنا عايز ده كله يطلع بتسعة يبقى السين بكام السين باثناشر اتناشر ناجس تلاتة تبقى بتساوي تسعة وممكن أعملنا معادلة أقول سين ناجس ثلاثة بتساوي اتناشر سين ناجس ثلاثة بتساوي تسعة يعني أقول سين ناجس ثلاثة يساوي أنا أعاوز الكلام ده كله يساوي تسعة واعملنا معادلة أود السلبي بالتلاتة الناحية الثانية يبقى سين بتساوي تسعة زائد تلاتة يبقى سين بتساوي اتناشر في الحالة دي فعلا السين هتساوي اتناشر ماشي ده سهل. ازاي بجي نجيب المنوال لجدول تكراري زي المجموعات. ازاي نجيب المنوال لجدول تكراري زي المجموعات. ازاي نجيب انا منوال? ازاي جيب منوال لجدول تكراري زي المجموعات. اه دي جايب لي جدول كده بيقول لي احسب المنوال او الدرجة المنوالية. يقول لي دي او دي واحد. لانه دي درجات. يقول لي احسب المنوال او الدرجة المنوالية. خلي بالكم ده جدول ثياغري زي المجموعات. بنعمله ازاي بجاة؟ بنرسم المدرج التكراري. انا ممكن ارسم المدرج التكراري او المنحنة التكراري. هنرسم المدرج التكراري. ازاي نرسم المدرج التكراري دا اللي اخدناه في ابتداقي? بنروح لصفحة الرسم الباني. واعمل عمود رأسي اللي هو بتاع التكرارات ده. وعمود افقي بتاع المجموعات. يعني بعمل عمودين. واحد رأسي واحد افق. واحد للتكرارات واحد المجموعات. وبعدين بنجسم. بجسم التكرارات دي. نلاحظ ان التكرارات دي اكبر حاجة اربعين. فانا عايز اوصل للاربعين. لو مشيت واحد اتنين مش هتكفي. لو مشيت اتنين اتنين مش هتكفي. امشي خمسة خمسة. اي. اما للمجموعات. المجموعات بلزلها زي ما هي. زي ما هي. اتنين. اربعة. ستة. المجموعات اللي بالدهاني بلزلها زي ما هي. تمانية. عشر. وبنزود واحد اتناشر. هنشوفها بعد شوية. ارسم بجاب. اتنين. واطلع بيها لغاية الخمسة. طيب الاربعة. اطلع بيها لغاية الخمسة. طيب بس من الجدول. انا بجيب حقيقة عندي. اتنين لغاية الخمسة والاربعة لغاية الخمسة. طيب الستة. الستة لغاية التلاتين. اطلع بالستة لغاية التلاتين والتمانية لغاية الأربعين طيب والعشرة لغاية العشرة أو بعدين خلي بالكم الخطوة اللي جاي عشان أكون بعد ما عملت العمداد دي بناء على القامل المدهاني في الجدول بنوصل من الشمال اليمين بنوصل من الشمال اليمين بنوصل من الشمال اليمين يعني أنا خلي بالكم هوصل كده 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 كده. من الشمال اليمين. كده. كده. هنوصل من الشمال اليمين. كده. 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 وكده. وبعدين نوصل. نخلي التوصيلة دي لأول نوصل. ها دي. هنوصل من الشمال اليمين. وصل من الشمال اليمين. بعد كأن ناقص أكمله. ألاحظ إن دي ناقصة أكملها. ودي ناقصة أكملها. اللي ناغس أكمله أنا كده رسمت المدرج بتاعي أنا رسمت المدرج رسمنا المدرج بطريقة سهلة وبسيطة عملت الأعمدة وبعد كده وصلت من الشمال اليمين وبعدك أكملت الناغس بعد كده بعمل ايه بمسك أطول واحد أطول واحد أطول واحد اللي هو ده بمسك الركن اليمين بتاعه ووصله باليمين اللي جاب له. وبالشمال بتاعه وبالشمال بتاع اللي بعده. يعني بوصل. هتشوفوا التوصيل با كده. انا بوصل اليمين بتاع أطول واحد. باليمين اللي جاب له. والشمال بتاعه. الركن الشمال. بالركن الشمال بتاع اللي بعده. نوصل كده ونشوف هادي وصلنا كده اليمين باليمين اللي جابله وحنوصل الشمال بالشمال اللي بعده حيتقطع التنين في نقطة نقطة التقاضي دي أنزل منها عمود أشوفها تجي عند كام حالجاة تقريبا تمانية وأربعة من عشر تمانية وأربعة من عشر يبقى عشان أجيب منوال لتوزيع تكراري أنا بعمل إيه؟ بعمل المدرج التكراري أو المنحنة التكراري بس المدرج أضمن أضقت شوي ده موضوع ساهل تعالوا نشوف شوية حاجات نشوف فهمكم أنتو إيه؟ بيقول لي إيه بجاه؟ عاوزين اختاري الإجابة الصحيحة يلا كده نشتغل مع بعض بيقول لي اختاري الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة الوسط الحسابي للأعداد 3 وصفر واربعة وستة وسبعة هو كام؟ عاوزين نجيب الوسط الحسابي لشوية الأرقام دي قلنا إزاي نجيب الوسط الحسابي لشوية أرقام الوسط الحسابي مجموع القيم على عددهم عشان أجيب الوسط الحسابي لشوية أرقام أنا بجمع الأرقام كلها وأجسم على عددهم يعني عشان تدوني حاجة ديني ناخد حاجة تانية الوسيط التنين والستة والواحد والتمانية والأربعة والعشرة عاوزين مين الوسيط للأرقام دي الوسيط للأعداد اتنين وستة وواحد وتمانية واربعة وعشرة يلا التالتة ناخد التلاتة مع بعض طيب يعني عاوز إجابات التلاتة إذا كان ترتيب الوسيط لعدد من القيم هو الثالث هو الثالث يبقى عدد هذه القيم كام يلا كده اكتبوا وجهزوا هذه الأرقام تاني اهي عاوزين نجاوه بالتلاتة الأولى اكتبوا لي الإجابات التلاتة الأولى دول الأولى تطلع كام والتانية كام والتالتة كام مصطفى محمود كاتب أربعة أنا عاوز التلاتة جنواء الأربعة مريم أربعة معاز أول واحدة أربعة يومنا خالد أربعة أربعة رقم اتنين معاز كتب خمسة مش عارف واحد ما يجون كاتب واحد وعشرين جنواء الخمسة الوسيط بيساوي خمسة معاز رقم تلاتة بتساوي خمسة واحد مش كاتب اسمه كاتب أربعة واثنين ومعشرة عدد القيم يساوي خمسة واي نوائل واحد مش كاتب اسمه كاتب أربعة تسنيم أحمد السؤال الثاني خمسة واحد مش كاتب اسمه بيقول عدد القيم خمسة مصطفى محمود كاتب الإجابات أربعة ستة خمسة أربعة ستة خمسة رقم واحد أربعة مريم ورقم اتنين خمسة رقم واحد أربعة يومنا خالد خمسة تلات واحدة حبيب محمد حجازي خمسة طيب تعالوا نشوف مع بعض نحل مع بعض حد بيكتب إيجابات عشان بعد من نستنى ثانية هادي أربعة زائد ستة عشر طيب تعالوا نحل الثلاثة الأولين الوسط الحسابي أنا حجم على الأرقام دي كلها تلاتة زائد سفر تلاتة زائد أربعة سبعة سبعة وسبعة أربعة عشر وستة عشرين دول عشرين عددهم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى حجم عشرين على خمسة يبقى الإجابة بتاعتنا أربعة الإجابة بتاعتنا أربعة أربعة طيب الوسيط الوسيط ما يقدرش يجيب الوسيط غير مرتب لازم مرتبهم الأول يعني واحد وبعد كده اتنين وبعد كده الأربعة وبعد كده الستة وبعد كده التمانية وآخر حاجة في الترتيب العشر كده لتبناهم طيب دول عددهم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ما فيش حاجة في النص أما لعمل يبقى أخذ التنين اللي في النص لهم الأربعة والستة عشرة واجسم على اتنين يبقى خمسة طيب التالتة بقى إذا كان ترتيب الوسيط لعدد من القيم هو التالت طالما هو جاع طالما هو التالت يبقى لازم يكون فيه اتنين جاب له واتنين بعده طالما هو ترتيبه التالت طالما هو ترتيبه التالت يبقى فيه اتنين جاب له واتنين بعده يبقى كام قيمة خمسة يبقى عدد القيم خمسة أو أضرب اتنين في ثلاثة ونجس واحد يعني لو كانت إذا كان ترتيب الوسيط عدد من القيم التالت تلاتة يبقى أضرب اتنين في ثلاثة بستة ونجس في واحد يبقى خمسة أو عملها مخي طالما هو التالت يبقى لازم فيه اتنين جاب له واتنين بعده يبقى عدد القيم كلها كام خمسة. طب شوفونا اللي بعد كده بقى. التلاتة اللي بعد كده. عاوزين الوسيط للقيم دي. الوسيط للقيم تمانية وسبعتاشر واربعة وستة وعشرة. وإذا كان المنوال للقيم اتنين وخمسة وسين وتلاتة هو اتنين فإن سين بتسوي كام? أنا عايزي المنوال يطلع اتنين. يبجسين بكام? والمنوال للقيم سبعة وتمانية وخمسة وسبعة واربعة. التلاتة سهلين خالص. التلاتة سهلين خالص. أنا عايز الوسيط للأولانية. والمنوال عاوزو يطلع اتنين للتانية. يبجسين بكام? والتالتة عايز. أنا المنوال برضي. عايزين المنوال. ستة رقم ستة تمانية. وسبعة اتنين. وخمسة اربعة. خمسة اربعة. وستة تمانية وسبعة اتنين. رغم اربعة يساوي. رغم اربعة يساوي تمانية جنوائل. رغم خمسة يساوي اتنين. تسنيم احمد الاولى تمانية. جنوائل رغم ستة يساوي سبعة. آآ واحد مش كاتب اسمه. ياريت لما ندخل نكتب قسمينا كده. كاتب سبعة اتنين تمانية. التانية تلاتة. مصطفى محمود سبعة اتنين تمانية. اسلام سبعة اتنين عشرة. واحد مجهور كاتب تسعة. مش عارف تسعة بتاعتين. واحد تمانية اتنين اتنين تلاتة سبعة مريم. تمام مريم. مجهور تمانية. حبيبا الاولى تمانية والتانية اتنين والتالتة سبعة. معلش يا معاس. طيب. تعالوا نحل مع بعض. الوسيط لازم ارتب الاول. لازم ارتب ما نساش الوسيط هو القيمة التي تتوسط القيم بعد الترتيب. يعني لازم ارتب الاول. ارتبهم يبقى اربعة ستة تمانية عشرة سبعة عشر. مين اللي في النص؟ تمانية. لما ارتبهم اتجا اللي في النص تمانية. اذا كان المنوال للقيم دي هو اتنين يبقى السين بتساوي كام؟ انا عايز المنوال يبقى اتنين. يبقى لازم اكتر حاجة اتكرتكم التنين. ودي سين. يبقى اشيلها واحط اتنين على طول. يبقى الاجابة اتنين. المنوال للقيم دي. طبعا دي مش محتاجة تفسير ولا شرح. المنوال بيساوي سبعة. ممتازين. طيب. تاني. تاني. الوسيط. الوسيط للقيم. الوسيط للقيم. خمستاشر واثنين وعشرين وتسعة وحداشر وتلاتة وتلاتين. عاوزين الوسيط للقيم دي. عاوزين الوسيط للقيم دي. خمستاشر واثنين وعشرين وتسعة وحداشر وتلاتة وتلاتين. وبعد كده المجموعة التي حدها الادنى يساوي خمسة. وحدها الاعلى خمستاشر عاوزين المركز بتاعها. وبعد كده عايزين الوسيط الحسابي للارقام اربعة وتمانية وتسعة. اربعة تمانية تسعة. يبقى عاوزين التلاتة الاولين. الوسيط كام? المركز بتاع المجموعة هيبقى كام? الوسيط الحسابي للأعداد دي كام? معاز الوسيط خمستاشر. الاولى خمستاشر. رقم واحد خمستاشر. يومنا خالد سبعة. التانية عشرة تسنيم احمد. معاز المركز عشرة. جنوائي الرقم اثنين عشرة. اسلام محمد اسلام احمد تمنتاشر. منت الله مصطفى اول راحلة خمستاشر. معاز الوسط سبعة. تسنيم التالكة سبعة. اسلام احمد تمانية. اااا واحد بشكلت باسمه بيقول للمركز حنجمع خمستاشر زائد خمسة ونكسم على اثنين. مريم كده واحد خمستاشر اثنين عشرة. تلاتة سبعة. جنوائي الرقم تلاتة بتسوي سبعة. منت الله مصطفى رقم اثنين بتسوي تلاتة ولا تلاتة بتسوي اثنين دي اي جنة. تلاتة اثنين تمانية. منت الله مصطفى والواحدة خمستاشر. الوسيط خمستاشر. طيب. تعالوا نشوف مع بعض بك. آآ مصطفى محمود. آآ كاتب خمستاشر عشرة. عشرة ونص دي الاخيرة دي ولا ايه. خمستاشر عشرة عشرة خمسة. وجوبت الرابعة مصطفى. الوسيط. ما اسموش الوسيط الحسابي. اسمه الوسط الحسابي او المتوسط. غير الوسيط. الوسيط اسمه الوسيط وبس كده. الوسط الحسابي. او بنقوله المتوسط. ماشي. يومنا خالد رقم اثنين بتسوي عشرة. رقم آآ تلاتة يومنا خالد سبعة. طب كفاية كده الاجابات دي. تعال نشوف. الوسيط. قلنا لازم عشان نجيب الوسيط. نرتب الاول. لازم رتب القيم دي. ارتب ايه? تنازل للتصاعدة. اي حاجة. تصاعدة وتنازل. خلينا في التصاعدة. تسعة. حداشر. خمستاشر. اتنين وعشرين. تلاتة تلاتين. من اللي في النص بيجيت? الخمستاشر. يبقى الاجابة هتبقى خمستاشر. طبعا ممتازين. اغلبية اللي جاوب جاوب صح. قلنا ازاي نجيب مركز المجموعة? قلنا مركز المجموعة بيساوي الحد الادنى زائد الحد الاعلى على اتنين. يعني هاجمع خمسة وخمستاشر عشرين. على اتنين. يبقى فيها العشرة. عشان اجيب المركز بجمع الادنى زائد الاعلى واكسم على اتنين. يبقى الاجابة هتبقى عشرة. طيب. الوسط الحسابي. هاجمعهم. اجمع دول. اربعة وتمانية اتناشر وتسعة واكسم على تلاتة. لأنهم تلات عادات. يطلع. سبعة. ممتازين. اخر تلاتة بجاة. يلا. اذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة القيم هو الرابع. عاوزين عدد القيم. عاوزين عدد القيم. اذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع. قلنا ازاي نعملها طريقتين. اذا كان المنوال. عايزه يبقى سبعة. عايزه يطلع سبعة. اشيل السين. وحق بكام. خلي بالكم. انا عايز المنوال. يطلع سبعة. يبقى السين تبقى بكام. السين تبقى بكام. اخر واحدة. نقط التقاطع المنحيين. الصاعد والنازل. تعيي النغط على محور المجموعات. يلا. التلاتة دول. اذا كان ترتيب الوسيط هو الرابع. يبقى عدد القيم. طالما هو الرابع. طالما هو عدد الرابع. نعمل ايه? هنضرف في اتنين. اتنين فاربعة بتمانية. والنجس واحد. تمانية نجس واحد. سبعة. يبقى سبعة. دي سبعة. او اتخيلها كده. طالما من الرابع. طالما من الرابع. يبقى لازم فيك تلاتة جابلي وتلاتة بعدي. طالما من الرابع يبقى فيه تلاتة جابلي وتلاتة بعدي. تلاتة وتلاتة ستة. تلاتة عن يميني وتلاتة عن شمالي. كده ستة. وانا في النص سبعة. انا عايز هنا المنوال يطلع بسبعة. يعني لازم ده يكون بسبعة. لازم ده يكون بسبعة. عشان ده يكون بسبعة. يبقى السين فعلا بتكون بسالب اربعة. لاني تلاتة ناجس سالب اربعة يديني سبعة. فعلا سالب اربعة. نقطة تقاطع المنحنيين الصاعد والنازل تعين مين فعلا الوسيط على محور المجموعات ولو كان جل على محور التكرارات كنا قلنا ترتيب الوسيط خلي بالكم لو جل على محور المجموعات أو على المحور الأفقي يبقى الوسيط على المحور الرأسي أو على محور التكرارات يبقى ترتيب الوسيط أشكركم كفائنا كده النهاردة إحنا إن شاء الله نتواصل على جروب الواتس هننزل امتحانات إحنا معدنا إن شاء الله الحصة اللي جاية ربعا ده هنسيبه واجب جدول عاوزين الوصف الحسابي عاوزين واجب ده هنسيبه واجب برضي كل ده واجب نتواصل على جروب الواتس إن شاء الله معدنا اللي جاي يوم الأحد الساعة تمانية إن شاء الله هناخد مراجعة شملة على الجبر والإحصاء كان معكم خالي السيد معلم كبير رياضيات بالأخصر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته